رجعنا لكم من جديد فيلم دام وجيه في ساعتنا الثانية في ساعة في ساعة يتعدى معكم الوقت ساعة الثانية تخلنا دجال 11 و13 نطقيقة تعرفوها ساعة الثانية بكلها نصائح وبكلها فوائد لكم منتوما دونك بش نمشيوا في ساعة في ساعة نشوفوا بساعتك بساعتك بايمايد بوانتين او الموقع طبي في تونس الوحيد اللي تلقى فيه اقربة بيبليك وتاخذ معاها موعد على الانترنت اليوم بش نحكيه وعلا معالجة الادمان نعم معالجة الادمان وكيفية التخلص من التدخين دونك اكثر تفاصيل معا الاستاذ اناس اللي عويني اخصائي ومعا فهمني على اخر طول شو نقول ام اونس ماء شكلتي لكم صحيح صباح النور عايشك صباح الخير مرحبا بيك يا عايشك شرفتنا احنا كل مرة كنوحلو نعيتو اي مرحبا بيك يا عايشك دمت بش نحكيه وعلي المعالجة النفسية وللالادمان بسيفة عاما بعد بشيول التدخين نعرفوا شوية الادمان السلام اللي اللي بش نفهموه السلوكاتنا فيها برشا حاجات تتعاود ناكلو كل يوم نخرجو نحوسو ونفلاموه وقتاش نستهلكو برشا حاجات وقتاش نقولوه الحاجه هذي مهيش أدمان وقتاش نقولوه الحاجه هذي مهيش أدمان Sliluk يخرج على الإرادة متع الإنسان وقت لنوليه معاش أحرار في السلوك متاعنا وقت للاستهلاك متاعنا متاع الحاجة هذيك أو السلوك معين يولي حاجة قهرية علينا محاولاتنا أن نبطلوه رغم ما عرفتنا أن الحاجة هذيك قاعدة تضر فينا محاولاتنا بش نقصه ولا بش نحيه تخلينا في حالة إتاد سفراج اللي فيها تعب نفسي كبير ولي فيها تعب حتى زاد جسدي كبير ونجب يكون فيها وجيعة وألام وعدم مقدرة أنه إنسان يرقد وغيره الهنين تحطوا على سلوك فيه إدمان سلوك اللي كي إيشاب دولة ولونتي دولة خيمة اللي يجبنا نجتهدو باش نحيوه باش نتجنبو المظار اللي موجودة من بعض هو كما تعرفوا نوع وشكيل ثم الإدمان على دي سوبستانس معينين ثم إدمان على سلوكات زادة معينة كما أنه إنسان يلعب قمار بطريقة معناها مرضية من جمش يتحكم في روحه وكما لأنه الإنسان زادة درنيارمان تلقى الإنسان أكهوه على صغير على فيلم وغيره عنا برشة صغيرات طوى مالوروزمون ديزا دولة الصان اللي معاتش نجمو يمشيو يقراو غيانكو هم يلعبوا في اللي جو متاحهم إدمان على اللي جو فيديو بطريقة كبيرة برشة كيف كيف حتى في العلاقات متاعنا نقصد ولينا عنا إدمان كبير على التليفون حتى ندخلوا آخر نهار نقعدوا عنا كالساعة أو ساعتين مش نتعشيو فيهم ونقعدوا فيهم مع بعضنا عائلة كاملة تليفون حظر بالقوية شد التليفون في يده شد التابليت عند الصغار الكبار لذا دولتو حتى الكبار متاعنا في العمر ولا هو زادة يشدوا التليفون نشوفهم ساعات في التكتوك يعملوا حواجاتك هذا ما نتحدثه على السيبر الدكسيون إن إنسان يصبح مدمن على حاجة ما نجم شي يخرج منها ويعرف المظاهر الاجتماعية ولا الجسدية ولا النفسية عليه اللي تنجم حتى يقاومها ما نجم شي يوصل للنتيجة تأثر عليه في خدمته تأثر عليه في قرائته تأثر عليه في العلاقات متاعه بالإضافة للمظاهر الجسدية الكبيرة كما بش نتحدثه على التبا ولا غيره تأثير كبير معناها على القلب على الشرايين على الرويري تأثير زادة حتى على الخلايا العصبية ويأثر لنا أي سلوك إدماني وأي حاجة متاع إدمان بش تأثر لنا على حياتنا بصفة عامة لأن الحاجة اللي ندمن عليها كالكسوات شبستانس ولا كمبورتمان وقت يدخل لحياتنا يقضينا على حياتنا يقضينا على الحاجات اللي كانوا قبل يمتعونا ويعملوه لنجاو برئيزامبل اللي يتكيف ما عادش يشرب القهوة إلا ما يبدأ في يده سيجار بربما عادش يسمى حتى الموزيك اللي يشد سيجار ما عاشي نجم يمشي يصهر ويشتح ويعمل ديفول ماء إلا ما يبدأ في يده بكو الدخان ديكو وتولي السبستانس هذيك اللي يستهلكها هي السبستانس إموسيونال اللي ريال ماء متاعه هو ولهنا إننا عارفوا السلوك البشري مالوروزمون كونه سلوك ما هوش سلوك واعي في الحقيقة على الأقل في نسبة عالية منه ما هوش سلوك واعي إنما هو سلوك عاطفي وقل إنسان الحاجة تجيب له إموسيون قوية تتسلب منه حتى وعي يقول له لي حتى التوسكي غاسيونال وتوسكي معناها ججمان يقول له لي ما هو مالوروزمون إننا نقارو إحنا نتبعه والإزيموسيون متاعنا ما عاش يتمتع بالقدير إلا ما تبدأ السبستانس هذيك عنده ألكول تبا غيره إلا ما يعمل الحاجة هذيك تأثر لنا بتبعية الحالة على حياتنا مهم يسر أنه الإنسان يستعيد الحرية متاعه في السلوك متاعه مهم يسر أنه الإنسان يستحفظ على حياته الاجتماعية حياته المهنية ويحكم فيها يقول لي ويحكم في حياته عليش الحاجة هذيك تحكم فيه تحكم له على البلزيغ متاع ولا رحته نفسية ولا الجسدية ولا ما فامش عمش إحنا نعرفه الإنسان ككائن حر إذا أوليت أنا أسير للتبع والأسير للالكول والأسير للجود فيديو والأسير لأي حاجة لأنه الإنسانية مدائرة نقصد معناها كحريتي كإنسان قادر معناها نتحكم في روحي تسلبت ذاك الحرية وكل مقتر على التحكم في الذات ووالينا نقصين شوية مالورزمون كيفاش العلاج من الإدمان في أي حاجة هل تكون فرمول للحاجة تلك كل فرمول جنرال ثم وكل حاجة بيان إفيداما عندها يعني بريزون شارج خاصة بها هي اللي تنجم تخرجنا منها مش كيمة إنسان مدمن على الجو فيديو ولا على السيغي كيمة إنسان مدمن على الطباء اللي فيه نيكوتين اللي فيه نيكوتين هذك عنده تأثير كبير على بدنو تأثير كبير يعني 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 في انكسوليتيك يعني يعني في دريكمبنس في المخ يخرج برشا سيروتونين ديكوه يولي الإنسان من غير ما يشعر أنه يلزم يشمد سيغاره يتكيف ساعة ساعة يقص على قرايته حتى على إكزاما ويخرج يحمل سيغاره ويرجع اللي هنا في البرزون شارج بيان إفيداما هذي مسألة نفسية بش تكون بريزون شارج إفيداما يعني بسيكولوجيك بسيكوتيرابيوتيك بش نحاول يعني نغيره الأفكار المرضية اللي تخليك تتصور كونه بلش سيغاره هذك مكش بش تكون لبس إذا ما تتكيف شرك بش تقعد متقلق ربش يأثر لك على التركيز متاعك بش ينقص هذي المنطق اللي متداول برشة عند المدخنين معناها بصيفة كبيرة كيفاش نجموا هذو ما ناس نعاونهم شوية إنهم يتخلصوا مع هال معناها الإدمان هو الإدمان بصيفة عامة يعني ساتين مالادي كروني كمانا حاجة اللي تتطلب بريزون شارج طويلة ويلزمها معناها إحاطة نفسية بهية بالقدة مش بضرورة من المرة الليلانية بطلت بش نجم تبطل أهم حاجة قبل ما نبدأ يلزمنا نحفظ الشخص ساعي أنه يكون عنده وعي كوني ساعي أنا مدمن إذا أنا لتوا ما اقتنعت لأي أنا مدمن على التباع كيفاش بش نجم نبرا أول خطوة ساعي يقولك لأي أنا راني وقت نحب نبطل لأي أنا نتحكم في روحي كل قد يشرب كل يوم هو ريال ما من نجم بطله ريال هو معناها مدمن عليه وعنده ارتباط قاهر عليه ومالوروزمون ثم لتوليرانس في أي حاجة ندمن عليها يعني اليوم يشرب كمية معينة غدوة بشلقة روحة مضطرة أنو يشرب كمية أكثر اليوم حالة القاهرة تلقى حتى أنسانت وأغلى حاجة في مخها وفحياتها وفحيات عائلتها كالفتوسة كيف يوصلوا ربي سلم وكيف يتولد لباس وعندهم باكت ديريكت يعني على الصغير حتى بسيجار وواحد معنا في سيجار وواحد في النهار تتكيف ومرأة أنسانت ينقص مئتين وستين غرام من الحجم متاع البيبي يجي أقل نبطلوها يجب أن نتحمسوها لكي نعالجوها ما فيها باس كي نمشي ولا ديكتولوج احنا نتخيل وانا ديما ضعف أنه إنسان يمشي لبسي ولا ديكتولوج ولا غيره تبدلت شوية كميم دكتور تبدلت الصورة هذية والتي تلعبت تفهم مش معناها طبيب نفسي معناها وليوي يحسبوه كما جنيراليس ولا كما أي مختص اخر ساعاتنا سمحوا منطبقة متثقفة لأ أنا شخصيتي قوية سيب عليك من شخصيتي قوية ومثالي عاون روح كي تخرج كيف سواء من مرض نفسين من بينهم معناها اللي تخوب لادكتيف هذوما من بين الإدمان تنجم طرق العلمية تعاون في القداب بالقداب كما قلت كل سبستانس معناها عندها تأثيرات حتى على الجسد بارزامل البرزون شارج اللي تخيك والتبا شوفي زيدا اللي ننصحوا بهم صحيح فيهم شوية مظهر بينهم بين أنك تشعل سيجاره يشعل في دقري متاع فكل التهاب ذاك 800 درجة فارق بينهم وبين حاجات تنجم تشعل في 150 درجة ولا غيره كما في سيجارات شوفية معناها أقل مظرة مظرة زيدا مظرة متفهمين ما أقل بياسر يسر احنا نعطيهم الإنسان مدمن والإدمان في التبا هو إدمان منه إدمان على النيكوتين ومنه إدمان سلوكي كيف كيف يعني هو يحب يشد باكو الدخان ويحب يجبط السيجار ويحب يبوخ ذاك الإدمان السلوكي يحب يقعد يسهر والموزيكا تسمع يلزم يشد حاجة ويحط في فمه ويشوف كل اللي في المياه خارجين وكل شي ثم إدمان سلوكي في المسألة موش عن النيكوتين كهو عليش خطر كي نعوذ للبشرة ذاك الدزاج متاع النيكوتين المستنسة موجودة في الدم متاعه ما يبطل الدخان دكار وثم حاجة سلوكية ومو على سيجارة الإلكتريك اللي أقل مظهر برشا ينجم الادكسيون كومبورتو هذيك معناها يعني مستنس بالنيكوتين يكون بعد بشوية نقص في الدزاج للي ينجم يخرج ويتخلص منه حاجة تسهل هذي بين دماء الإنسان اللي ينجم وعنده المقدرة ويعالج ويبطل ديفينيتيف موم المرة الأولى سي سي بخفي وجاينا رمضان ينجم يكون كوز بها انتاع واحد يعمل قلب ويبطل الدخان إنساء ورجال بيا يعمل قلب اذي ايوي كلمة ما عنداش علاقة بالبسيكولوجي في قلب البسيكولوجي الكلها عزيمة الكلها عزيمة وكلها قلب ويعزم انه بشي بطل النجم بطل بشوية معناها نقول انا طوا بش نبدأ كل جمعة نقص سواجر للي نوصل نفو معين الجمعة لبعد نقص زوز زوز انيفرسير متاع والدي حاجة هكا تأثر فيها معناها اموسيوني لندي قيمة كبيرة اللي نستحق بش نبطل على خاطرها اي حاجة مدمن عليها تنجي متضرني في حياتي في عائلتي كنشوف أولادي كنشوف مستقبلي كنشوف كارييري يلزمني نبطل نعمل ذات بها اللي فيها زادة ناس بكون قريبة بنسوير مش عشرة سنين دون جيزان انشاء الله لعب الترطط نعمل لقليب ونحن انشاء الله دكتور مش مربوطة بالكادر انفيت لادكتون مربوطة يتخلق الكادر يقول اللي العابد انضيغي اللي هوبليجي بش عمل الحاجة ديكتور سمي في كولتوغال كبير يلزمنا نتحكم في بانسوغ انا بطلت الدخان ونقعد مع الشلة متاعي ستة ولا سبعة من الناس كل شيء مع بعضنا ولا كنمشي ونسهروا مع بعضنا كل احد يجبط الدخان ونبدأ نشام ساعة التدخين السلبي بتبيعته عنده مظاهر مباشرة مش كلام نقولوه في الراديو سيريال معناها عذيك ساعة هما يجبطوا يتكيف ونحن تلقى روح بشوية بشوية تضعف وترجع على التكيف مش مش نبطلوا زيدا نحاول ومع الدخان في فترة الأولانية وانتي تحاول تبطل تتجنب القاعدة اللي فيها الدخان حتى في المرحلة الأولانية حتى من قبل ما يبدأ يبطل يحاول ثم حاجة بيه يعملها وانه يستعيد المتعة منتاع الحياة من غير السبستانس هذيك اللي يستهلك فيها الساعة يشرب قهوته من غير حتى سيجار يرجع يتبنن القهوة يرجع عنده كروزيته ويرجع عنده اشتيق انه يشرب قهوته يسمع موزيك ولا يمشي يشتح ويصهر ويعدي صهرية كاملة من غير حتى سيجار من بعد يتروح في الكوب بواحدك مثال كيف داكور يستعيد معناها برشا اشتيق للحياة واللي شان اللي فيهم برشا كروزيته في الحياة اللي هما دخان الساعة تفصلوا على الحياة متاعك على المتعم تاعك من بعد ديريكتومون تلقى روحك بتبيعتك معاش تستهلك برشا اذا ما بحذيك قهوة مكش تلقى روحك تتكيف زو السواجر وثلاثة سواجر بك القهوة هذيك اذا في السهرية ما تكيفتش وراوحت من بعد مشيت بال كونسيني هذي متاع الديكتولوج روحت قلت ايهاني ما تكيفتش صهرية كاملة بشناتكايف في الصهرية كونش تكايف سبعة وثمانية وببوتاتر عشرة ولا اكثر بش تلقى روحك تكايف سيجار ولا زوزك هاو ترقد خطروا بشوالي مصد بلايش قو متاع قهو بلايش قو متاع اي مشروب بشتشربوا بلايش قو متاع موزيكا وجو اه اديكو بشتراوح من بعد تلقى روحك مكش بشتتكني جينيا بطبياتك عمتك اللي عمت ضي قمة على روحك ايه فستد على روحك ما تلقى له حتى قو بشتابدل قو بشوية بشوية تنحا منه تلقى روحكم بعد نحيته معناها ببارشة حزيمة كيما قلنا اه وتستعيد الحرية متاعك وهذا انتصار لأي انسان انه اكيد من الإدمان متاعه القوة متاعنا بالحق نفسانيا وقت لي نجيوا في أي مرض نفسين ونتغلبوا عليه ونخرجوا منه كما قلنا ثم حاجاتي لتنجم تعاوض ثم سبيسياليتي كريمون معناها اللي عالجوا التدخين معناها معالج تدخين كريمون مش حتى الدكتولوج جينيغال سبيسياليست في التدخين معالجة التدخين نجمو نقصدوهم ونلقاوا دي ريزولتا مش نلقاوا أبروش معناها معامقة برشا في البرزون شارج هذي ونلقاوا ريزولتا إن شاء الله بهي بالقدير يعطيك صحة دكتور شكرا لك هذي النسائح مفيدة لأي نوع من سائح مفيدة للتدخين إدمان على التدخين وكيف كيف على أي إدمان آخر ينجم يوقف لك حياتك ينجم ينغس لك حياتك ينجم بالحق يخليك اشتتمتع بالتفاصيل الصغيرة اللي في دنيتك يذرك في صحتك يذرك في الكغيغمتاعك زي دا تلقاها مثلا سبور تيف فلتقاها أختيت شانتور كوميديان دانك دخان ذيك يقللك من فس متاعك وتقا روحك تلهث محليك سيخسين وانتي تلهث تصويرا مش حلوة دانك يعطيك صحة شكرا لك أستاذ أنس العويني أخ صائي ومعالج نفسي وجنسي شكرا على كل هذه المعلومات نحن مكملين معاكم بتبع حتيش النص نهار بعد شوية سبعة أغلاط خليك ما تضعوش في رجيم السيم المتقطع مع خبير التغذية متاعنا مونة السعيدي فاصل صغير غنائي متاعنا ذيكا بتاع العادة ورجعين سقبلوها بأغنية جميلة ورائعة شاب بيلا جيل وزينا عام الحالة مونة السعيدي معانا في الموعد متاحها الأسبوعي كل نهار ثلاثة ونهار خميس مرحبا بيك أهلا وسهلا صباح النور نفرحوا برشا كي تجيب أحدنا عيشا كيف فضلك والناس زادة كيف كيف مستمعين يفرحوا برشا على خطر يعرفوا اللي عندهم نصائح مفيدة ومفيدة جدا الحمد لله دونك نمشي مع مونة السعيدي في بصحتك ما أنه اليوم باش نحكي على سبع أغلاط تخليك ما تضعفش خلاص وبكل ريجيم تاسيام متقطع شنية الأغلاط هذية ونبدأوا عادة بيها بالكعبة بالكعبة ونحلوا ونشوفوا كيف ديما أنا نحكي عا السيام متقطع ما ما نفسرش بالقديم نعملتوا شوية هكا تفسير للسيام متقطع بالنسبة للناس بيانسوغ اللي تسمع فينا أول مرة وما يعفوش الرجيم هذية ومبعد نحكيوه كمام على الأغلاط باي سيام متقطع شنوه هو باشا أنواع المتداول والمعروف سيزويت حفظتوا سيزويت إنك تسم 16 ساعة وتفتر 8 سوية ولكن فهم باشا أنواع أخرى معناتها تنجم تسم 18 ساعة وتفتر 6 سوية تنجم تسم 20 ساعة وتفتر 4 سوية اللي نخلتوا للوماد اللي عملناه المرة اللي فاتت إنك تاكل وجبة بركة في 24 ساعة اللي هو ون ميل او دي معناتها تاكل مرة بركة في الفنها دونك وباشا أنواع أخرين بتاع السيام متقطع لكن كما تاوا كنا نحكيو السيزويت هو اللي سيهل في التطبيق معنات هذيك عليش الناس الكل تعمل فيه بي يقول قايل فهذا 6 ساعة هذية هذية و السؤال دي مالي جيني نعرفو الناس الكل اللي عندك الحق باش تشرب سوائل من غير مايك لا أما هنا بش نحلو اون بتيت بارانتاز عا سوي الخطفان باشا ناس يعملو أغلاط في السيام دونك 8 سوية يعذوك ما مايك لا متفاهمين فيه نجيو تاول 16 ساعة السيام تقسامهم كيف ما انت تحب حسب الوقت اللي انت تخدم فيه ترقد فيه كل واحد كيفاش انا يعجبني الوقت الحقيقة اللي نراه مناسب للناس لكلهو من نص نهار للثمانية وكذلك الوقت اللي راه الحقيقة محليه معنتها تقوم السباح السبعة ثمانية نص نهار فيه ساعة جيف تعمل في تور قايلة وعشاليل وقالة فما زيدة اللي ماتي نال على الاخر يقول لك نحب نفتر في تور السباح يعمل من ثمانية للارب احنا قلنا سوائل ومعروف انو سوائل الذية بش تكون من غير سكر بي دونك هنا بش نحكيو على ماي بتبع ذيك بيدون سعرات حرارية بش نحكيو على تيب بش نحكيو على قهوة بش نحكيو على دزنفجان وهنا فما ناس يقولوا لي اسك زنجبيل نجم نعملو اسك القرفة نجم نعملها هذو ما مسموحين ولا ممنوعين هذو ما راهوا مسموحين مايقلقوش في رجيم السيام المتقطع تنجم تشرب زيادة قهوة المهم من غير سكر بالسكر وليجو زيادة وليجو لا خاطر فاما ناس يقول لك هاوك قتلي اشرب بالسوائل دونك نجرب بجو دورانج كما توا أنت كنت تحكي لا الغلة فيها سكر دونك لا حتى القارس راه وفاما برشة أراء تختلف في الحكاية هذية يقول لك القارس فيه نسبة قليلة تعصر أربع قارسة ولا أشتر قارسة ماكشوش تاخو رطل ولا كيلو قارس في الستة عشر سعره ومايقلقش نسبة السكر اللي في القارس راه يقليل عن الأخر دونك لفام تاحها على لانسولين قليل عن الأخر مايقلقش إذا كان مش تستعملوا بكمية بتبيعة معتدلة فما الغلطة الأخرى اللي يعملوها انك تشرب الحليب يقول لك ناخو انا ما قتلي اشرب سوائل قهوتي من غير سكر وحليب اخترت حليب اللي هو 0% خالي الدسم نحب نقول حليب خالي الدسم هو خالي من الدهون مش خالي من السكرية دونك الحليب خالي الدسم دمي أنتي أنتي ذي الكل اللي راه ممنوع في رجيم سيم المتقطع دونك فهمنا تقريبا السوائل اللي شناية باي نبدا بالغلطة اللولانية اللي يعملوها برشا عباد باي خبز تاكل برشا عجين مقلونة وتبدأ بهم معنات هالشقان الفترة متاعك انتي وقت اللي تسيم نسبة لانسولين مش كون طايحة على الاخر دونك بايش تاكل حاجة فيها خبز وإلا نشويات اللانسولين حساس على الاخر معتا ديكو تعطيها كالنشويات هذيك ديريكت بايش يطلع وبايش يمشي في الديبوت ما تشوقش عليها فترك خليها في الاخر كما في سيم كما نعملو في العادة ابدأ بسليطة ابدأ بشربة كل بعضها بخوتين وبعد خلي النشويات في الاخر وكل واحد والريجيم اللي يطبع فيه فما نسراه معناتها يطبعوا في انويع ريجيم اخرى ويحطوها في وسط السيم المتقطع دونك إذا كان انتي تعمل تاكل نشويات اختار نوعيتنا نشويات البية وقال في الكمية نشويات البية معناتها شوفان حاجات اباسدو وقال في الكمية خليها في الاخر هكا ولا هكا ركب بشتيك النسبة اقل بي الغلطة الثانية انو انا في ريجيم السيم المتقطع يسوي ناكل اللي نحب عليه انا صايم يقول كما في رمضة برك الله الطاولة تبدأ انواع اشكال بالماكلة يقول انا صايم انا يا اخويا سفا صمت بالكدي اعطيني ناكل اللي نحب عليه وذي الغلطة الثانية اللي راه يتنجم بالعكس تزيدك في الوزن مش نقص لك في الوزن كي نقول تاكل اللي تحب عليه راو انتي تعمل ريجيم راو بش تقلل في السعرات الحرارية متاعك مش بش تزيد زيد زي تعمل في ريجيم مكش بش تلقى حاجة وإلا غيجولتا بها الغلطة الثالثة انه العكس تماما اللي انا كنت نحكي فيه انك تقلل في السعرات الحرارية على اللخر انا بش نعمل ريجيم يلزم نقطع الماكلة وذي زيد راني بوجيها غلطة رافيها بعد حتى في ريجيمات الاخرين يقول هذي الفكرة راهي غالطة راهي سوفي تحيي صرف النمبر دو كالوري فماني الساعات يخلط في النهار كامل يقول ناكل 500 أو 600 نصو عراء حرارية لها حاجة قليلة على اللخ خانف اسرلكم ماذا يصير بدنك راهي بش دخل في حالة مجاعة ماذا يعمل يخزن ماذا 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 حتى أنا مع باسيونيتي تعتقد عب غلو تعتقد عب غرص ناحية تقول لك بنقص حوي جاء لك رو مش بنقص رو عندك مع مع نتها إكي لازم تأكل كل حاجة عندها حسابة لازم يكون موجودين الخضراء اكترا دونك ماذا ماذا تنقص دوتال صحت بش يأثر على صحتك ويوالي شعريتي حوذ وفر تتكسر ومشاكل صحية أخرى الغلطة الأخرى إنه تأكل اللومجة 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 معنتها أنا في الثمانية سوية هذوكما أنا لحقيقة نحبب إنكم تعملوا زوز وجبات شمعتها زوز وجبات معتك كما تقول تنحكي أنت والوقت اللي اخترته إما تعمل فطور القاعلة وعشي يعطيك الصحة وإلا فطور الصباح وفطور القاعلة مش أنا بديت ناكل وصي كل سوية سوية تقاني انتنوش انتنوش بتبيعة بش يكون لكينا مذر مذر صحي معنطي إذا كان نطيب في فطوري هني ضقت مغيرتين مقرونة هني مشي تكليد كعيبة بسكويت هني ترف قطو هذي اللي موجود معناتها أفا هو ما يحسش كل ما تأكل اللانسوليم يطلع دونك لن تحرق الدهون الحاجة الأخرى انك تشرب برشا قهاوي القهاوي مش ممنوعين في رجيم السيم المتقطع ولكن كما نعرف ناس الكل القهوة فيها نسبة من الكافيين والكافيين الاكثار منها بش يعمل ستخيس يعني قدش من القهوة يعني قهوة قهوتين في النهار تكفي معناتها مش لازم تعمل تيرموس خاطر كل ما بشتشرب برشا قهاوي راو الكورتزول يطلع يطلع معها الانسولين وبدنا كيف كيف مش بش يحرق دونك ردو بالكم من كثرة تشربين لقهاوي نحكيو على قهوة كحلب لي حتى كالساشيات ذوكما ساعات يخذوهم يسخيبوهم فيهم قهوة 3 ساعات تقفيها سكر بودر وساعات تقفيها حليب بودر راوذوكما لي معناتها نحكيو على قهوة بودر معناتها قهوة لا فيها سكر لا فيها حليب لا فيها حد شي ما تعطيكش سعرات حرارية باي الحاجة الاخرى انك تدخل في في ماكلتك المحليات الصناعية اللي هما لزيدو الكوران على اساس انهم سفر سعرات حرارية وعلى اساس انهم مش بش يعطي وكتاقة وذي صناعي نعرفو انلي زيغو كالوغي مش بيعطي هنا تاقة لكن راهو هما لزيدو الكوران اللي عندهم تأثير على الانسولين وعلى احنا كين دخلوا نوعية السكر ذي لبدا المخ ما يفهمش هي سكر طبيعي سكر ارتفيسي محلي مختطة على الكريم وانديري غشيتو غشيتو باشي خرج لك لانسولين دونك اتحرج لانسولين مع استحراء دونك افتا لزيدو الكوران يهديكم ربي خليوا اللقاوي والطييم تاعكم بيدوني سكر السكر ابيض ولا السكر اسمر وإلا ولا مغارف عسل خاطر مش كوني غش مش يعمل العسل والعسل زيد يفرع وصيب بغمي بايه الحاجة الاخرانية اللي بش نختم بها اللي هو مضغان الشوينغام واللوبان بخام فسر الكاب اي قالك شنو يتهذب نحكي ورانا باقي في سويع السيام معناية اذا كانت تحب تمغض الشوينغام ولا لوبان راهو مش ممنوع في سويع الفطار اما نحكي على سويع السيام اي حاجة تعطلنا وإلا تخرجنا من السيام المتقطع نحتاطو من خطفهم باشا ناس راهو يجيو يعملوا رجيم ماذا يقول لك ما نلقى حتى نتيجة من الزيغو غضو هما غلط صغيرين اما يعملوا فارق الشوينغام باي فما شوينغام سان سكر قولك اي ناخذ شوينغام سان شكر شنو بشيعمل ما يعمل حد شي كيما توقنت نحكي شوينغام سان سكر نحاول السكر ولكن فيه اكل اللي هما المحلية السيناعية اللي هما بتبعها بشيطالع لانسولين دانك ايفيتي وقت السيام اللوبين تقول ليلوبين ما فيهش لا سكر لا ايجو الكوران يعني شنو بشيعمالي هي لفيت انك عملية المضغان دانك بشتفرز اكل لعب وكيف كيف البدن بشي خرج لانسولين دانك اللوبين وشوينغام ايفضلكم خليوهم في وقت الافتار ابعدوا عليهم خارج اوقات السيام هذو ما المعلومات الكل اعملوهم بش هكيك الريجيم يكون ايفكاس ويعتي دي غيجولتا به يعتيك صحة انا بش نعودهم خطر مكتوبين قدامي ومهمين برشا برشا هذو ما الاغلاط اللي ميز ماكش تعمل موقتلي تبدأ تعمل في ريجيم السيام متقطع تاكل برشا نشويات تاكل برشا في سوية الماكلة العكس تاكل الاقل ما اللي يستحق بدنك تاكل لومجة كثرة شرب القهوة المحليات الصناعية ومزخ شوي نقوم واللو بين هذو ما السبعة اغلاط ميز بكم مش تعملوها شكرا لك مونة سعيد بركة الله وفيك نتقبل ان شاء الله نهال قدر تربيب في نفس التوقيت متاعنا وبنصائح اكيد اخرى ان شاء الله لحدش وثمانية واربعين دقيقة نمشي وفاصل صغير ونرجع نشوف الفقرة المتميزة لجوزيف خمسين دقيقة الفقرة المتميزة والتي تنلو اعجاب الجماهير العري وتحظى بنسب مشاهدة واستماع عالي اخبار النجوم اللي متهم حتى حد مع جوزيف زاب انا سوايجمان تحكي علي نحكي معنا سوايجمان شوية كل عاد نبديو لأخبار متاعنا بالولايات المتحدة الامريكية ونحكي وعلى اسطورة كرة السلة الباسكتبول مايكل جوردن تعرف مايكل جوردن اللي يعتبر اغنى رياضي في العالم وجوج وحز بمجلة فوربز عرفتها المجلة اللي تصنف اغنياء العالم هو من اغنى 500 شخص في الولايات المتحدة الامريكية ومن اغنى 1500 شخص في العالم اما كما كل الناس اللي عاشت الفترة سعيبة متاع الكورونا كيف كيف عاش كيف نحنا مايكل جوردن فترة سعيبة برشة في الكورونا لأنه حسب مجلة ماركة 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 متاع حويج ماركة هي مجلة متاع سبور اسبانية مختصة في السبور وديما رأوا اللي زينفورماسيون متاعهم مية بالمية صحح خسر قرابة نص مليار دولار عام 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 هذا عام 2021 كورونا 2.07 مليار دولار في 2019 الثروة متاع وكانت 1.56 مليار دولار عام 2020 الخسارة هي جورة تراجع في العائدات متاع الاستثمارات متاعه عنده ماركة متاع ويج نعرفها جوردن الماركة المعروفة عقارات في العالم ومشاريع كبرى كما كل الناس الكل عنده مشاكل متاع فلوس وحتى في الخصائر هذي الكل الخوية ده من اه هو اغنى رياضي في العالم ما تبدلتش لحكية حتى يخسر هذي الكل قعد اغنى رياضي في العالم مايكل جوردن على مايكل جوردن في شيكاغو بولز كانكم مغرومين بالباسكيت اسمها The Last Dance مع انت رقصها الاخيرة في نتفليكس لازم لعبات تفارش فيها المغرومة بالباسكيت واللي المغرومة بمايكل جوردن ولا شخصية حتى اللي مش مغروم بالباسكيت يحبها يعرفو يعرفو ايه مثل راو مايكل جوردن زيد وكل ريت هاوك خبار مهم حد بعد عطيت خبار ريهم من العباد بيش تتفارش لا ليه بي خبار ذي بي بي خسر راجل فلوس قتلي بي نقض الناس كل خسرنا فلوس انا عرفنا يا الحكيم الخبار ذي بي مهم حتى حد زيد رابير امريكي اسمه Lil Nas X اسمه بركة كود متاع تاليفون مع انت المعروف بتوب The Old Town Road توب ذرب عالاخر في 2019 صيف 2019 عندو مشاكل مشاكل كبيرة جور تبوب عملها فاما شركة امريكية مختصة في موديل متاع سبادريات موديل سبادريات مع انت ياخذوا سبادريات ويبدلوهم هما MSCHF هكا اسمها الشركة هذية عمل معاها بارتوناريو الرابير هذية وخرجوا لساتان تشوز ساتان تشوز السبادري كونسبت ساتانيك وجوج فيه دسينة دو دياب اللطف يا ربي مع انت عملوا فازيت هكا الى حد الان كل شي لغال والأمور الكل واضحة جور قطرات متاع دم بشرية حد قطرات متاع دم بشرية في السماء اللي بتاع السبادري اي ما سترئيس اللي تفرجوا في FM TV نجموا يشوفوها السبادري ولهن كل شي مهوش اللي قال شركة نايك تقدم قضية بالشركة هذية والرابور زيدة قدمت بها قضية جورة البوب اللي عملها في الانستغرام متاع وسبادري هذية بقرابة 800 دولار يعني قرابة زملين توينسا نايك تطلب انهم يوقفوا الكوميرسياليزازيون بتاع السبادري هذية وتطلب تعويضات وتعرفوا تعويضات الشركة الكبار برشا برشا فلوس حس الشركة عملت العملة هذية جزت بيش تدفع فلوس وكهب اي 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 تقول نرم هالي يعقل معنا تعمل سبادري بدم بشري معنا شنية الفكرة اللي جيت مخاف هو يعقل انو ارتيست ديجا طال عمو من 2019 عمل تيوب بلانيتير دار العالم اختيارات نحكيو على سواجمان الحكم خمسة سنوات سجن في حق مغني الراب سواجمان لاخبار جينا البرح اختيام مالية معاها بمئة مليون مئة الف دينار والفلوس اللي كانت مجمد اقراب 19 مليون دينار 19 مليار بلغتنا نحنا من المليمات على ذمة خزينة الدولة التونسية هذا الكل في قضية تبييذ امويل برش حكيو على الخبار ذي برش هابت وستاتويت منهم زميل نانو في الورتين اللي قال ربي طلطف بيه ويخلص وحلو كان عايش مرتاح شيخ جيل تونس وبديد دمار قال تبييذ امويل ها 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 اللي عبارة ما فهم حد يبايذ الامويل في تونس كينس واجمان وكيما قال بوه المحامي فلوس تسرقت تطارت اجواء كوميك نوعا ما انا نشاطروا الرأي لانو مش كانت سواجمان يعني يبايذ في الامويل ابسوليما دونك امويل حكم بخمسة سنوات اي معنا ساو با ديغ الاحكم معنا كيفون قولو ما فماش كان هو اي معنا يستحق الحكم يستحق الحكم كان حكم عليا بخمسة سنوات حكم عليا يعني نحن عنا ثيقة في القضاء وكان حكم عليا حكم عليا مازيل فما استئنف وتعقيد وضع نحكيو على جاملتنا جاملتنا دورة زروق تحب عد وجب جابت برشا وليلي حبك عبعدت لها مساج قدبت يا رب قد لها ربي يحفظك خاتم حبا يسرن اي دورة زروق اللي هبتت تصاور جدد على الانستغرام تصاور عاملت شوتين كيف حتوهمنا في اي اف ام تيفي في البوست اذي كتبت تدوينه باللغة الفرنسية بتبعها جربت انترجمها باش لايكا ما تعاقب نيش تعرف ما هاش عندك تحق تحكي بالفرنسي الحقيقة مصنوعة من المحن الصعبة يعني العباد مهمش باش يشوفوا الوجيعة والدموع اللي تحس بهم انت ما فميش مهما باش يشوفوا العباد المهم لازم لازم تتعا تعديوا المحن هذوما بكوراج قلت والقلب صافي غالت جملة ترجمة ذي عملت ترجمة حرية متامو اي متامو تدوينها حزينة انا ظهرتلي عالاخر دور زروخ اللي باش نشوفوها ان شاء الله رمضان سنية رمضان 2021 بطولة مسلسل بين السماء والأرض اي ولا فيش يسم مزينا مزينا ظهر لبرسوناج ديفي غانح لو ما تخدمش اي شكرا يعطيك الصحة الدقاء الاخيرة من المدام مواجهة نشوف فيها سنداج اللي سأناكم فيه هل تروا انو مواقع التواصل الاجتماعي سهلت حياتكم بالعكس وإلا اي سهلت 42% قالوا بالعكس و 58% قالوا سهلت دونك دين كان لوجيك لوجيك هكا ولا ليه لوجيك هذو ما دونك الأخبارنا اليوم هذي الغزلتام بتاعنا المرشي متاعنا كل شي عشتوا معنا متسعة ونص متاع سباح حتىش قريب نص النهار شكرا لكم انكم تابعتونا شكرا على نقدكم طبعا وانتقادكم شكرا للفريق شكرا جوزيف شكرا جوزيف دالي يعطيك الصحة امين سعيدي في الإخراج امين ابو غنج في الاعداد كنزة وإيمان في ايفام تي في محنان مرزوق في السيد بعد شوية خلود الى اللقاء